النهاردة كمان الخبر المهم ان النادي الاهلي حصل على حكم من المحكامة الرياضية الدولية برفض الطعن اللي قدمه نادي النجم الساحلي ولعبه كلبالي كلبالي اللي كان هرب من النادي الاهلي لف لفه وبعدين راح النجم الساحلي الاهلي رفع عليه دعوة قدام المحكامة الرياضية الدولية خد الاهلي تعويض بمليون يورو مليون وربعمائة الف دولار النادي التونسي طعن هو وكليبالي تم رفض الطعن وتأييد أحقية الآل في الحصول على هذا المبلغ مليون وربعمائة ألف دولار بالإضافة إلى خمستاشر في المية غرام التأخير من أكتوبر 2019 لا ونقطة مهمة جدا بيبقى لها من ناحية الشكلية في النطق بالحكم معنى كبير قوي وإلزامهم بالمصرفات ده مش بس كده كمان ده ده له شهر ما هي ده القانون كده يروح للمحكمة التأديبية بقى يعرض على المحكمة التأديبية لا ده ممكن بفي عقوبات كتيرة جدا لكن الإلزام بالمصرفات يعني خلاص بقى ما تحولش في حاجة تاني انت السبب بقى انت السبب واضح شيل بقى الخمساشر في المية برضو عايزين نفاهم الناس انها هتتجاوز ستمية أو ستمية وخمسين آآ ألف هويورو ولا دولار 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 يعني انت المدة اللي فاتت مراحتش هادر برضو هتعوض عنها يبقى التعويض اللي هتستلمه يزيد عن 2 مليون دولار ده كان كل ما لدينا من أخبار سريعة لكن